السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال العطارد اللي رح ينتقل اليوم لبرج القوس طبعا انتقاله في كثير من الإيجابية وخصوصا للأبراج النارية والهوائية طبعا كوكب عطارد رح ينتقل من العقرب للقوس صباح يوم الجمعة عشر احداش رح ينتقل في تمام ساعة ستة واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يظل في حركة أمامي حتى الساعة ثنتين وواحد وثلاثين دقيقة من عصر يوم واحد اتناعش لينتقل بعديها لبرج الجديد بالنسبة لكوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته عن القدرة على التفكير ونقل أفكارنا للغير وتقوية الذاكرة والذكاء والكتاب والتحليل وقوة الحدث وبيتحكم بالاتصالات والمواصلات وطبعا بما اننا نحكي عن عطارد فلازم نعرف ايجابياته وسلبياته فإذا كان كوكب عطارد سعيد معناته بعطينا الفضول والعفوية وقوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير والتحليل وخصوصا تحليل الأمور وكثرة الحركة ولكن لما بيكون منتحس بعطينا العصبية خلال الفترة المذكورة اللي هي ما بين 10-11 وما بين 1-12 بيشعروا موليد برج القوس بقوة الفكر والإدراك الجيد للأمور يعني بتعطيهم هيكة بتزيد رغبتهم في الدراسة في المطالعة في الاتصالات في السفريات يعني الأجواء بتصير نشطة جدا بتكون عندهم قدرة على الإقناع وإقناع الآخرين بوجهة نظرهم بيستفيد معهم موليد الأبراج النارية اللي هم الحمل والأسد والهوائية اللي هم الجوزاء الميزان دلو وكل شخص لما انولد كان عطارد موجود في برجه أو في طالعه عشان يعني شوي هيك نوخذ الموضوع لازم ننتبه للزوايا الفلكية فعشان هيك أول زاوية رح نشوفها اللي هي زاوية هاي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين زحل اللي رح تكون اللي هي يوم الانتقال يوم عشر احداش هاي زاوية بتسبب تعب وقلق وحذر ومين للكآبة بتحد من خيالنا بتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة طبعا هاي الزاوية تقريبا من أول يوم انتقال أو ما قبل ورح تستمر لما بعد الانتقال ليش؟ لأنه عطارد والزهرة بيمشوا مع بعض يا دين فعشان زاوية التسديس هاي بتظلها متشكلي تقريبا لأول عشر أيام من شهر 12 يعني مدة طويلة وبتبدأ من بداية الانتقال هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلنا ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح هذا الوقت المناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين نستفيد من الراحة اللي بتوفرها إلنا هاي الزاوية بالدعوات اللي بترافقها سفر وتسلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية طبعا هاي الزاوية الأخيرة زاوية تربيع سلبية رح تكون بين عطارد وبين نبتون ذروة هاي الزاوية رح تكون يوم 27-11 هاي الزاوية شوي بتخلي في عنا نوع من أنواع الصعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبكون من الصعب علينا التعامل معهم ممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم أو عدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك ممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا شيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل ولا تحاول إنك تراجع وضعيتك في هاي الفترة لأنه ما رح تتوصل لشيء خلي الأمور ماشية مثل ما هي بتكون في فترة هاي الزاوية طيب الآن بدنا نشوف أول إشي الأشخاص اللي بنولدوا وبكون عندهم عطارد موجود في ساعة ميلادهم موجود بالقوس هدول الأشخاص بكونوا منفتحين فكريا بيتقبلوا آراء وأفكار جديدة بيحبوا البحث عن أي شيء بيحبوا الروحانيات بيحبوا الفلسفة بيحبوا الدين بيحبوا السياسة والنقاش والحوار والأشياء هاي وممكن يتعلموا أكثر من شغل في نفس الوقت كثير منهم بيحب السفر الهجرة الأشياء اللي من هذا القبيل يعني بنشوف أنه الفترة هاي اللي هي من 10-11 لـ 1-12 فترة ممتزجة لأنه زي ما شفنا أنه في زاوية إيجابية قوية ولكن بدايتها زاوية سلبية ونهايتها زاوية سلبية فبكون فيه امتزاج ما بين السلبية والإيجابية لوجوده في برج القوس وطبعا رح يحكموا الزواية اللي رح تتشكل مع القمر أكيد فعشان هيك يعني بتكون متقلب الأمور ولكن أنا بدي أعطيكوا الإيجابية تاعت هاي الأمور فأفضل إشي تسمع برجك وتسمع طالعك عشان أنت تعرف إيش التأثيرات بأكملها رح تكون برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هنا لما نحكي أنه عطارد بيجي في البيت التاسع فعشان هيك بتنشطوا في معاملات سفر خارجية العمل الدراسة الدراسات العليا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالأوراق زي الهجرة أو معاملات برضو بتمنحك الكثير من الفرص في هذا الشهر للانتقال لبلد آخر برضو ممكن يكون فيه مساعدة من بعض المقيمين في خارج البلاد ممكن بواسطة تعاقد أو يعرض عليك عمل أو زواج واللي بيكون مقبل على امتحان أو قبول في أحد الجامعات فهي فترة المناسبة لذلك عشان هيك هاي فيها الفترة كثير من الأفكار الجديدة وبتنشطوا في الاتصالات الخارجية وبتتبدل الأفكار والحوارات الخلاقة عاطفيا بتجعلك هاي الفترة شخص عميق وصاحب رؤية في علاقاتك بمن تحب وبتحاول تدعيم هاي العلاقة بأفكار وخطط واضحة جدا برج الثور بالنسبة لأموليد برج الثور طبعا عطارد هنا رح يكون موجود في بيت بيتعلق بالأموال المشتركة فبيمنحك كثير من الأفكار الجديدة للحصول على المال من مصادر مختلفة تدخل في هاي الفترة في مناقشات حادة حول الإرث أو عقارات أو حقوق أو الأموال المنقولة وبتكون حجتك قوية ورأيك صائب ممكن تواجه كثير من المعارضين أو الرافضين ولكن قدرتك على الحوار والإقناع بتكون قوية إذا كنت بتخطط لمشروع عليك البدء بتنفيذه مباشرة أما عاطفيا على الرغم من بعض المواجهات البسيطة المحتملة إلا إنه بدك تكون صبور واسع الصدر وتحاول إنك تحتوي الشريك العاطفي وما تبالغ في رأيك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هنا عطارد رح يكون في بيت شراكتك مقابلك تماما يعني وهذا كوكبك فبتكون مقبل على فترة متميزة جدا وبتكون الأمور واضحة أمامك كليا وممكن تنتهي كل الإضطرابات العاطفي السابقة هاي فترة مناسبة جدا لتعزيز علاقاتك مع الشريك العاطفي أهم شيء ممكن هيك تصير أفضل حال من الفترة الماضية ولا اللي بيبحثوا عن علاقات جديدة ممكن يلتقوا بالأشخاص المناسبين هذا الشهر مناسب لخطوبة زواج اتفاق على هذا الشيء برضو في مجالات العمل شراكات حقيقية هاي الشراكات تكون حقيقية تعقدها هذا الشهر وتعود عليك بالفائدة ابتجد الكثير من الدعم من خلال بعض المحيطين في إكلاسيما حل بعض المشاكل الصغيرة ولا تضيع أي فرصة خلال هذا الشهر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا العطارد رح يكون في بيت العمل والصحة فعشان هيك رح يكون التركيز على دول الأمرين يعني عليك الكثير من الضغوط العملية والصحية ممكن تجد طريقها للتلاشي وبتجد نفسك محاط بالكثير من المقربين لا سيما في المحيط العملي بيقدم لك عطارد أيضا فترة جيدة لا تظهر قدراتك على تخطي المصاعب والعراقيل اللي بتعيق تقدمك احذر من بعض المستغلين اللي بيحاولوا أنهم يعني يحولوا إنجازاتك لإلهم ولا تهمل أي عوارض صحية خلال هاي الفترة عاطفيا تعمل جاهد خلال هاي الفترة لتوضيح علاقاتك بالشريك العاطفي لا مصالحات لا تقارب يعني وممكن أنك تضعها في الطريق الصحيح برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا عطارد في البيت الخامس بيت الحظ، بيت العاطفي، بيت الهوايات، بيت الترفيه فهاي الفترة مليئة بالحضوظ المفتوحة على مختلف الأصعد لا سيما ماليا عاطفيا بتعيش الكثير من الأجواء الحميمية والرومانسية وتعرض عليك بعض المشاريع القريبة لقلبك بتظهر أحيانا هيك بتكون بطبيعتك اللي هي طبيعتك الآمرة اللي بتحب تلقي الأوامر وتوجه التعليمات حاول التخفيف قليل بس من هاي الصفات عاطفيا من أفضل الفترات العاطفية اللي بتعيشها وهاي فترة مناسبة لإتمام خطبي أو زواج أو البدء بعلاقة جديدة لا ضيع عليك الفرصة أيضا للتواصل مع الأبناء والتقارب من الأبناء فهي ممتازة جدا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا عطارد هنا رح يدخل للبيت الرابع يعني رح ينعكس عليك بعلاقاتك بأبناءك بأفراد أسرتك في بيتك في عقاراتك في الأمور هاي بتميل لأجواء الحوار والنقاش عموما حتى لو كان فيه انفعال يعني واضح في بعض الأوقات إلا أنه عندك بتقدر تضبط أعصابك في مسؤولية جديدة بتلقى على عطقك تجاه أحد أفراد أسرتك بإمكانك الاستفادة أيضا من كل الأمور اللي بتتعلق بالعقارات بيع شراء استجار تبديل مسكن وعاطفيا برضو هاي الفترة في أشخاص ممكن يتقربوا منك بشكل واضح أو من الوسط المحيط فيك وبتجد نفسك متردد وغير قادر أحيانا على اتخاذ القرارات السائبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هاي الفترة بتحظى أخيرا ببعض الراحة بعد مرور شهر من التعب والإرهاق اللي أتعبك كثير خصوصا ماديا الآن عندك وقت مناسب جدا عندك كثير من الأوقات اللي بتستطيع فيها الترفيه عن نفسك التقاء بأصدقاء حضور بعض الأمسيات النشاطات الفكرية الفنية الأدبية شهر حركة نشاط مستمر اتصالات وحوارات وتنقلات برضو بيستفيدوا التجار اللي بيشتغلوا على مستوى محلي هذولا بيستفيدوا بشكل كبير من الحركة التجارية الداخلية اعتمادة على قدراتهم في التتسويق وبرضو هاي فترة بتكون نتائج مفاجئة لإلهم أما عاطفيا بتميلوا في علاقاتكم العاطفية للحوار الهادي والحميمي اللي ممكن يخلق حالي من الحب العقلي إذا صحت التسمية ولكن هذا ما بيعني بعيد عن القلب لا هو قريب من القلب ولكن العقلانية والقلبية بتجتمع مع بعض وبتكون يعني كثير من النتائج الإيجابية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا دخول عطارد لبيت مالك يعني أنه أنت أمام شهر من الحضوض المالية الكبيرة اللي بتعتمد بالدرجة الأولى على قدرتك على الإقناع هذا شهر من المعاملات المالية والعائدات المستحقة لإلك أو أعمال سابقة أو ديون أو ما شابه ذلك يعني ممكن بنك ضريبة تأمين أشياء من هذا القبيل وأيضا مستردات وهبات ودعم يعني في كثير من الأشياء اللي بكون فيها فرص للمكاسب المالية اللي يمكن الدخول في أسواق البورصة والمعاملات البنكية أو المصرفية واللي بيبحثوا عن عمل برضو هاي الفترة الأنسب لذلك وبتعتمد على قدرتك على إظهار شخصيتك عاطفيا بتعيش فترة عاطفية متذبذبة ممكن تكون الأمور غير واضحة بالنسبة لإلك ولكن مع اقتراب الزهرة من برجك شوي بتغير الأجواء أرغم أن الزهرة مش قوية عندك إلا أنه هيك ممكن تكون الرؤية واضحة أكثر في علاقاتك مع شريك العاطفة في بعض الأشخاص اللي بيحاولوا يتقربوا منك حاول أنك تمنحهم فرصة للتعبير عن مشاعرهم قبل ما تتسرع برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا وجود عطارد عندك هذا بيعني أنه هذا الشهر المميز خلال هاي السنة لأنه بتجد نفسك قادر على استيعاب كل إشي بدور حواليك وعندك قدرة على تخطي كل الصعاب والمواجهات وعندك القدرة على إثبات ذاتك بجذارة الكثير من المشاريع والأعمال اللي بتنعرض عليك في هاي الفترة بتكون يعني مقبولة بالنسبة لإلك درسها وحللها وما تضيع أي فرصة عليك ولكن عليك اتخاذ القرار الحاسم عند البدء الأدباء في هاي الفترة والكتاب واللي بيشتغلوا في مجال النشر والصحافة هدولا على موعد مع الأضواء أو مع الشهرة عاطفيا يعني هاي فترة فيها جاذبية لا تقاوم لموليد برج القوس لا سيما مع وجود عطارد اللي بيدعم هاي الصفة بيمنحك هالي حقيقية يعني حاول إنك تستفيد من كل هذا التحول الجميل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا عطارد رح يكون موجود في بيت متعبك يعني إنه بتكون متردد في الكثير من الأفكار غير قادر على تحديد الأفضل بتعيش فترة صعبة قليلا مع عدم الاستقرار النفسي وهذا الشيء ممكن ينعكس أحيانا على شكل أمراض عضوية تقلبات نفسية اكتئاب في هاي الفترة بدك تنتبه لصحتك اهتم بنوعية غذائك بتميل للأمور الغامضة والغيبية الفلك والدين والفيزياء ولكن في الجانب الإيجابي بمنحك عطارد القدرة على الإقناع ولسيما في حال التعاقد مع شركة أو مؤسسة ذات صفة اعتبارية بدعم طبعا رح تكون هاي إلها علاقة بالشمس اللي موجود برضو ببيت العلاقات اللي ممكن يدعموك في هاي الفترة تحتاج فقط للقليل من الهدوء النفسي عاطفيا بتحاول خلال هاي الفترة إخفاء مشاعرك العاطفية الحقيقية بتكون متهرب من الوضوح حاول أنك تكون واثق وأكثر جراءة في التعبير عنها بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا الشهر شهر الأصدقاء بامتياز شهر العلاقات الاجتماعية واللقاءات الاجتماعية والحوارات والبحث مع الأصدقاء بتجد الكثير منهم بيمدوا لك يد العن والمساعدة في إنجاز بعض المشاريع الخاصة فيك ممكن تجد أن العمل أو الدراسة أو المسئولية الملقاة على عاطقك كبيرة ممكن تتدمر قليلا من هاي الأشياء ولكن عندك قدرة على تجاوز كل شيء وتكون يعني يد إنك تحمل المسئولية عليك التفكير بهدوء أكثر في التعامل مع المشاكل الطارئة بعيدة عن الإنفعال والتوتر عاطفيا حاول إنك ما تتخلق يعني إنك شوي هيك ما أبدأ أقول لك ما تتخلق حاول إنك تتخلق قليلا عن دور الضحية في علاقاتك العاطفية حاول إنك تكون واثق بذاتك أكثر حاول التمييز دائما بين الحب والاهتمام هاي أهم النقطة اللي أنا بدي أعرفها برج الحود بالنسبة لما أوليد برج الحود طبعا هذا الشهر الترقيات التطور يعني الوضوح في طبيعة شخصيتك بتتمكن أو بتمتلك القدرة على إثبات ذاتك وقدرتك على إدارة المشاريع وضبط الأمور وتحمل المسئوليات في إطار العمل بتيجد أذان صاغي لكثير من الأفكار اللي بتطرحها وممكن يؤخذ بعضها بطريقة للتحقيق أو بطريقة للتحقيق تجد حلول لبعض المشاكل العالقة في العمل ممكن تنتقل من مكان لآخر أو تترقى درجة إضافية أو تعزز علاقاتك مع المسؤولين عنك بتحتاج قليل من الهدوء لتظهر إبداعتك الحقيقية أما عاطفيا بتكون هاي الفترة يعني مش هي الأفضل عاطفيا بسبب اللي بدور في رأسك من أفكار ولكن سرعان ما بتتلاشى أمام التغييرات الإيجابية اللي بتكون مفاجئة في القريب العاجل بالنسبة لإلك هيك من كون انتهينا من حلقتنا للأخبار الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر